السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا لليوم فعالة جدا للتخلص من الكرش وحرق دهون البطن من أحسن الوصفات وأسرعها في شد البطن بعد الولادة وتخصيص الكرش بسرعة وبمكونات بسيطة جدا يمكن للجميع تحضيرها في البيت ولن تحتاجي معها لا إلى رجيم ولا إلى تمارين رياضية أبدا وبمكون السحري لوحده له مفعول قوي جدا جدا في حرق وإذابة دهون البطن وقبل أن أمر أحبائي لمكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم دعبي باللايك إذا أجبكم الفيديو لتشجيع المزيد من الوصفات المجربة إن شاء الله والآن نمر إلى مكونات هذه الوصفة وسنحتاج إلى المكون الرئيسي في هذه الوصفة وهو الأرز كما تلاحظون سنحتاج إلى الأرز والأرز فعال جدا في حرق الدهون العنيدة خاصة الدهون المتركمة بالبطن والأرضف ويمنع من تركمها من جديد ويحافظ كذلك على الوزن الطبيعي سنحتاج أحبائي إلى الأرز يا إما الأرز الأبيض أو الأرز الأسمر على حسب المتوفر لديكم في البيت أول شيء سنحتاج إلى قدر وسنضع فيه مقدار ملعقة كبيرة من الأرز كما تلاحظون نضع ملعقة مملوءة كبيرة من الأرز سنحتاج إلى نصف ليمونة سنقوم بغسلها جيدا لأننا سنستعملها بقشرها نقوم بغسلها جيدا وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى قطع مربعة صغيرة يمكنكم إزالة قشر الليمون إذا كنتم لا تحبونه سنضيف قطع الليمون التي قمنا بتقطيعها كما تلاحظون وبعد ذلك أحبائي سنضيف الماء سنضيف تقريبا ثلاث كؤوس كبار من الماء وبالنسبة للكمية كما أقول لكم دائما يمكنكم تحضير كمية كبيرة أو تحضير كمية صغيرة فهذا يبقى اختياري بالنسبة لكم إذا أردتم تحضير كمية كبيرة فيمكنكم ذلك بمضاعفة جميع المكونات وبعد ذلك تحتفظون بهذه الوصفة في التلاجة فهي تبقى صالحة حتى لمدة أسبوع في التلاجة كما تلاحظون أحبائي نضيف الماء تقريبا ثلاث كؤوس كبار وبعد ذلك سنضح هذه المكونات كلها على النار هادئة جدا جدا حتى تغلى لنا جميع المكونات جيدا تقريبا لمدة خمس دقائق مع تغطيتها بإناء لكي لا تتبخر لنا فوائد هذه الوصفة نقوم بتغطيتها وتركيها حتى تلاحظون أن لون الماء تغير وأصبح لون الماء مائل إلى اللون الأصفر كما تلاحظون نضع على النار هادئة جدا مع تحريكها من حين إلى آخر نضركها تقريبا لمدة خمس دقائق وبعد ذلك سنضفئ عليها النار بعد مرور خمس دقائق وعندما تلاحظون أن لون الماء تغير وبعد ذلك أحبائي كما تلاحظون بعدما أطفئنا النار على هذه الوصفة كما تلاحظون أن لون الماء تغير بعد ذلك أحبائي مباشرة من بعد رفعها من على النار وهي ساخنة جدا سنقوم بإضافة مكون آخر كذلك مكون رائع جدا سنحتاج كذلك إلى حزمة من البقدونس الأخضر والطعصر سنحتاج إلى حزمة صغيرة نقوم بغسلها جيدا بالماء وبعد ذلك سنقوم بإضافتها لهذا المغلي كما قلت لكم مباشرة بعد رفعه من على النار وهو ساخن جدا فالبقدونس فهو رائع جدا ينقي الجسم من السمو والماء الزائد لأنه مدير للبول وفعال جدا كذلك في حرق الدهون العنيضة المتراكمة في الجسم وخاصة دهون البطن أي الكرش كما تلاحظون سنحتاج إلى حزمة صغيرة بهذا الشكر سنقوم بإضافتها لهذا المغلي وبعد ذلك سنقوم بتغطية هذا المغلي بإيناء ونطرقه جانبا تقريبا لمدة ساعة إلى ساعتين حتى ينقع لنا البقدونس جيدا ويطرق لنا فوائده في هذا المغلي ويبرد لنا كذلك تماما وبعد ذلك سنقوم بتصفيته للحصول على الماء فقط يعني بعدما يبرد تماما وينقع لنا البقدونس جيدا سنحضر مصفات أو فيلتر وسنقوم بتصفية هذا المغلي للحصول على الماء فقط هذه الوصفة رائعة جدا فماء الأرز لوحده له مفعول قوي جدا جدا في حرق وإدابة الدهون العنيضة خاصة دهون البطن وإذا أضفنا له المكونات الأخرى يعني الليمون مع البقدونس فأكيد ستحصلون على مفعول مضعف هذه الوصفة ناجحة لتخصيص البطن والتخلص من الدهون العنيضة والسائدة بجسمكم كما تلاحظون أحبائي بعدما نقوم بتصفية هذا المغلي للحصول على الماء فقط كما تلاحظون بعد ذلك سنقوم بالاحتفاظ بهذا المغلي في قرورة زجاجية وهذا مهم جدا جدا لكي تحتفظ الوصفة بفعاليتها احتفظوا بها في قرورة زجاجية وتفادوا أن تضعوا هذا المغلي في قرورة بلاستيكية نحتفظ به في قرورة زجاجية ونحتفظ به في التلاجة وكما قلت لكم فبالنسبة لهذا المغلي فهو يبقى صالح في التلاجة حتى لمدة أسبوع يعني إذا أردتم تحضير كمية كبيرة فيمكنكم ذلك تحضيرها والاحتفاظ بها في التلاجة فأتي الكمية التي حضرت معكم أنا فهي كمية تقريبا لمدة 3 إلى 4 أيام فبالنسبة أحبائي لطريقة أخذ هذا المشروب فهذا المشروب يأخذ الدافئ يعني قبل شربكم لهذا المشروب يجب عليكم تدفئته قليلا قبل أخذه ويمكنكم كذلك تحليت هذا المشروب بالقليل من العسل ويجب أن يكون عسل ناحل عسل طبيعي وليس بعسل السكر إذا دردتم طبعا التحلية فيمكنكم ذلك تحليته فقط بالقليل من العسل وتفادوا أن تضيفوا عسل السكر أو السكر أضيفوا فقط القليل من العسل يمكنكم استغناء عن العسل فهو للتحلية واختياري كما تلاحظون نضيف العسل ونقوم بالخلط جيدا وكما قلت لكم بالنسبة لطريقة أخذ هذا المشروب فهو يأخذ كوبين في اليوم الكوب الأول في الصباح على الرق قبل أخذكم لوجبة الإفطار والكوب الثاني قبل أخذكم لوجبة العشاء واستمروا عليه بنفس الطريقة يوميا حتى تحصلوا على النتائج التي تريدونها فبالنسبة لهذا المشروب فهو رائع جدا سيعمل على حرق الدهون ببطنكم وسيخلصكم من الكرش نهائيا وللأبد فالمدة التي تظهر فيها النتائج تختلف من شخص لآخر على حسب كل واحدة وحجم بطنها فهناك من لديها كرش ليست بكبيرة وهناك من لديها كرش أكبر حجما لكن أضمن لكم أن النتائج ستلاحظونها من الأسبوع الأول خصوصا إذا كنتم تريدون إزالة الكرش فقط أما إذا كنتم تريدون إنقاص وزنكم بالكامل فستحتاجون لبعض الوقت أكثر لكن مع المدومة على هذا المشروب ستحصلون على النتائج التي تريدونها بالتأكيد هذا المشروب لمن يعانون من الوزن الزائد ويريدون إنقاص وزنهم سيعمل على سد شهيتهم إذا كانت مفتوحة وسيقللون من كمية أكلهم طوال اليوم وسيعمل كذلك على إنقاص وزنكم بشكل طبيعي وفعال جدا جدا وقادر على تخصيصكم حتى 5 كيلو في الأسبوع بدون رجيم أو حرمان أبدا فدهون البطن لا تكون فقط عند من يعانون من السمنة لكنها أيضا تكون عند الأشخاص النحيفين وهذه الدهون خطيرة وتسبب أمراض كثيرة إن لم تقوموا بالتخلص منها لذلك أحباي أنصحكم بتجربة هذا المشروب فهو فعال جدا جدا هذا المشروب ليس له أي أطار جانبية ويمكن للحامل شربه يمكن كذلك للمرضى أيضا شربه وأيضا لمرضى السكري ومرضى الضغط هذا المشروب أيضا سيقوي مناعتكم ضد جميع الأمراض والفيروسات ويحتوي على طاقة عالية في حرق السعرات الحرارية وخلط طبعا هذه المكونات مع بعض سيسرع من حرق الدهون بجسمكم وسيخلصكم من الكرش نهائيا وللأبد فماء الأرز له قدرة عجيبة جدا على تنظيم الوزن والتحكم بالسمنة وكذلك حرق الدهون الزائدة والعنيدة بمنطقة البطن فيمكنكم أحبائي تجربة هذا المشروب وإن شاء الله ستحصلون على النتائج التي طالما حلمتم بها إذن كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم وأعجبتكم وأن تجربوها وتكتبوا لنا نتائج تجاربكم في التعليقات ولا تنسوني باللايك إذا أجبكم الفيديو وأنا إن شاء الله ألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد وشكرا لكم على المتابعة